اشتركوا في القناة الربطة ان هي حتى جدول منتظم من اول مرة نشوفها انه يبقى فيه دوري محطوط من اول سنة كده المواعيد معروفة تبقى عارف حتى المتشاط بداية هي حد واربع ست وثلاث تبقى عارف مواعيد المباراة زي الدوري الانجليزي فدي حاجة برضو تحترام الحاجة التانية برضو وجود جايزة رجل المباراة في كل مباراة في الدوري دي برضو حاجة جديدة بنشوفها شايفين برضو يعني الفرق بتلعب كلها كرة دايما في البداية بيبقى كله عايز يباين نفسه ففي مباراة كرة هجومية كتير يعني كل الفرق عايزة تعريبا كل المباراة فيها اهداف يمكن اليوم الاولاني بدأت بمباراة الاتحاد الاتحاد كسب اسوان اسوان يعني المباراة كانت تعتبر انا اسوان بصراحة فاجئني شوية لان اسوان كنت يعني بتعلم انه كان افضل من كده لان كان فيه انهم عاملين صفقات وكده بس الشكل بتاعهم واضح انهم اعتقد انهم هيعانوا السنة دي بالمنظر اللي انا شفته اعتقد انهم هيعانوا ممكن ينفسه على على الصراع يعني من البداية كده الاتحاد عامل فرقة كويسة جدا السنة دي واضح انهم معهم برضو بندرب كويس بيلعب كرة من تحت ده في المباراة الاولانية بيحضر عندهم مهاجم كويس زي أستن أموتو جابوا تدعمات كويسة في خط الدفاع محمود علاء الحارس كمان حارس المرمى كويس المهدي سليمان فعملين فرقة كويسة للتحاد المباراة التانية يمكن البنك الاهلي وفارقه انا شاف انهم البنك طبعا كان اقوى ولكن المباراة دي الوحيدة اللي شهدت اخطاء تحكمية كانت ضربة الجزاء كانت غير صحيحة وكان فيه كارت احمر برضو في المباراة دي الوحيدة اللي شهدت اخطاء تحكمية كان فيها اخطاء تحكمية كبيرة شوية لكن الفريتين اعتقد انهم متوسطين فارقه طبعا ما عملش صفقات فيعني محمد صبحي فالدانية برضو مش افضل مش احسن حاجة مع فارقه ولكن المدرب برضو الميدا بيحاول ان هو يحافظ على الفرقة من السنة اللي فاتت المباراة التالتة بقى مباراة سيراميكا والمصري سيراميكا بيقدم يعني على العكس انا شايف ان سيراميكا عكس المصري سيراميكا مسته عن المصري ان سيراميكا عمل سبع او تمن صفقات اللي اختارهم المدرب احمد سامي عينه حلو قوي قوي في الاختيارات في اللعيبة عنده صناقية والربعية قدام سواء احمد ياسر ريان سواء ابوكا سواء ميدو جابر سواء محمد ابراهيم جاب حرس مارما برضو مماز زي محمد بسام عنده محمد شكري بالمناسبة محمد شكري واحمد ياسر ريان اللي اتنين عرى من الاهلي اللي اتنين مش عرى اللي اتنين تم باعهم ولكن النادي الاهلي حاطت شرط يحق ليهم ان النادي الاهلي ياخدهم لو النادي الاهلي عايزهم بعد نهاية الموسم ممكن ياخدهم سواء محمد شكري او احمد ياسر ريان مقابل مبلغ مال يعني نعم بالنسبة لمحمد شكري و احمد ياسر ريان فعمل فرقة كويسة قوي هو اللي اختار الصفقات بيلعب كرة هجومية جريء بيلعب بالاربعة اربعة اتنين احمد ياسر ريان تحت شن ابوكا بصراحة فرقة متعك سراميكا اعتقد انها ممكن يعني لو استمرت على هذا الاداء ممكن تاخد خامس او سادس او ممكن تعدي كمان ولكن مستنى شوفهم في مبارات كبيرة مستنى شوفهم في ماتش الزمالك الماتش الجاي عندهم الزمالك فده هيبقى برضو هنشوف المبارات الكبيرة هيتصرف ازاي كابتن احمد سامي قدامنا دي الزمالك بس هتبقى مبارات صعبة جدا يعني سواء على الزمالك او على سراميكا المبارات النهاردة بقى برامدس طبعا بدق امبي فاجئنا بالتعادل مع برامدس طبعا شواز غريب بس او او يعني بمبي فاجئنا امبي برامدس طبعا عمل صفقات وامبي عمل صفقات رفيق قب وده كان لعيب هدف الدور الدرجة التانية وبدأ ان هو يسجل لما سجل النهاردة قدم اداة كويس برضو مع امبي امبي مفاجأة انهم عاملين صفقات كويسة وما بيصرفوش امبي بقى عمل زي اكس الهولندي كده بقى بيصدر اللعيبة وعمال يبيع عشان يكسب بقى كل فكره ان انا عايز احقق ربح مادي نيجي بقى للمباراتين طبعا الاهلي هنتكلم عنه بالتفصيل لكن بس فيه النقطة الاخرانية النقطة السلبية اللي انا شايفها الوحيدة في الاسبوع الاولاني من الدوري ان احنا دايما بنتكلم على العدالة في كل شيء في كل المسابقة النقطة السلبية الوحيدة هي ان فيه بعض المبارات مباراة واحدة شفنا فيها حضور اكتر انت اللايحة بتقول 3000 متفرج مباراة الاهلي والاسماعيلي شفنا 3000 هنا و3000 هنا مباراة واحدة شفنا فيها اكتر من 3000 ليه؟ طالما لازم يكون فيه عدالة زي ما بنطالب بالعدالة في المسابقة في التحكيم العدالة في الجدول المباراة ان فرقة مثلا بتلعب قبل فرقة يبقى فيها عدالة في الجدول اعمل عدالة في كله وجمهور الاهلي لو انت قلت عشر تلقى مئة ألف هيحضر مئة ألف في زبط كده فاهم احنا بنطالب بالعدالة في كل المباراة فده دي السلبية الوحيدة ان لازم يكون فيه ضوابط في العدد بتاع الجماهير مظبوط لا والضوابط يتم تطبيقها على الكل على الكل على كل الاندية من اول اسوء يعني انا والله النهاردة عدت دور طول النهار على كل الاندية انا كنت متخيل ان انا هتكلم في الموضوع ده النهاردة فدورت على كل الاندية علشان اشوف ايه اللي حيحصل في هذا الامر لقيت ان اسوان لا واضح انهم ملتزمين نفس الكلام بالنسبة للنادي الاهلي نفس الكلام بالنسبة للنادي الاسماعيلي نادي الزمالك يعني هو مين لو حد فتح لي الباب ما انا هخش يعني ما في الاخر يعني كده او كده انا في النهاية كل ما نريده هو تطبيق العدالة حتى الجماهيرية